عسليما عسليما مرحبا بكم وليس كل شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي اليوم بش نحضروا بعضنا خبز تهوية تونسية بش نحضرها بالكاكاوية بغانية كاكاوية وبشوكولات جيب لنا برشا خليكم معي فيديو الأخر بشوفوا بعضك بش تحضروها وبالنسبة لأوما رأزو القناة فالله وليس أمر نشترك في القناة وفعل جرس بش يصلكم جديدي كل واي حاجة نعبطها جديدة ديريكت تصلكم مانيتفكاسيون يلا تنخليكم مع طريق التحذير والمقادير جيوتا وطريقة التحذير مش نحضر أول حاجة كريمة باتسيغ استعملت 700 ملتر حليب عليهم زو الساشيات كريمة باتسيغ مش نستعمل لقوة فاني بنسبة للساشيات هز أربعين جرام مش نضيف عليهم أربع ملاعقة سكر حرك كل شاي في البرد كم أي كريمة باتسيغ عادية مش حضروها برزب كمية الحليب نقص بش من بعض الكريمة جيني مكبوسة مجينيش مرخوفة بعد بطيبت الكريمة بتاعنا ديريكت نحطها هكا وهي سخونة نحطوها هكا في حاجة واسعة نوزعها هكا بالطريقة هيفي وباش نغطيها نغطيها هكا كونتاكت باش ما تعملش بعد الكوشة ليبساء نخليها تبرد شوية مباش ندخلها في الجدير نخليها حاتيت تبرد بالبيل يزم ما تكون بيدة باش نستعملوها ماستعملو هشة وهي سخونة نتعدوها واش نحضرو بعضنا بخاليني الكاكاوية نستعملو 200 جرام سكر برزب السكر بنحر الكوشو الخليحة تيت تيت يضوب واحده نقص على الاخر في الغاز والخليحة تيت تيت يضوب كمبليتمان خلوها يضوب واحده كما تلاحو يبدأ يضوبها هكا بشوية بشوية هنا في المحلة هذي سيضيب السكر ضفت شوية ملح جوز شوية بنسة ملح باش نعادل بعض المذاق والبخاليني بتاني يجيبنين باش نضيف ميشين جرام كاكاوية برزب كاكاوية حمرتها في الفور كما تحب طريقة سهلة على الاخر بعد ما يضوب هكا السكر يولي كيلفة الكراميل نحطها كاكاوية جوز تنحركها شوية بش يلسخ فيها الكراميل ويكون البخاليني بتاني حاضر نجب تعاوضوا الكاكاوية باي فيك انتم تحبوها تجب تعاوضها باللوز ولا بالبوف ديوة اي فيك انتم تحبوها تجب تعاوضوا بها وديك تهوا سخون هكا نحاول نوزو نحطو هكا على ما بينك ويصان باش ما ينسقش نحاول نزربو شوية قبل ما يبرد بعد ما خليتو برد شوية حابيتشوفوا معي هكا عقرب وباش نقسمو هكا بطريقة هاي باش من بعد نرحي بس ما بغاليني هذي يباني على الاخر اللي جاتو متاعكم تجب ستعملوه في اي جاتو في خبز تهوية ولا في اي جاتو باش تحضروه في اي كرام يبانيها على الاخر خبز تهوها مش نرحي البغانية متانا مش نخليه شوية يكون ما هوش مرحي عالاخر وبلسبة الكمية اللي تبقى باش نحاولها نرحيا حاتلتها تتقرزتها م تايحة حبيت النشوفو معي خليت هكا شوية مرحييستوش عالاخر وببلسبة الكمية البغادت رحيتها هكا حاتلت هكا حصلتها كعلى بتات نحاولو نرحوها كحاتت تتقرزيتها شوية ماشوش تتقرزيتها بارشا كيفر بفريوة مي هكا تحصلوا على بات هيدين بعد تبان ان لقاتوا متاعكم على الاخر وطاو مش تعديوش تحاضو كريم شانتية استعملت 150 جرام كريم شانتية عليهم برسك 300 ملتر حليب تقريبا كيس حليب عليك كيس كريم شانتية بعد اذا كانوا عقومش ميزين المهم لازم كريم تحصل عليها تكون كريم بكبوسة هكا بالنسبة لي مش نحضر كريم ديبلومات واللي هي نخلط كريم بات السيغة لحضرناهم اللول مع الكريم شانتية نصور طريقة معتها سهلة على الاخر تعفوني جيما نودكم بالحاجة السهلة اك كيما تلاحظوا تكون هكا كريم مكبوسة تكون بالقوام هيدا هكا مش ننجح معاكم رسيت بعد ما خليت الكريم بتاعنا لحضرناهم اللول خليتها بردت بالبيهي خليتها في الجدال حتيت البردت تاو بش نعود نركضها بش نركضها بش ترجع كما كنت من اللول المهم مزوش نستعمله هي سخونة نخلوها تبرد وبعد نعود نركضها بعد ما اركضها بالبيه حابيت تأشوفه معايا لازم تحصل عليها تكون بالقوام هيدا لازم تكون هكا رتبة وليس بالقوام هيدا هكا تاو بش نزيدها الكريم شانتي نزيدها هكا على ثلاثة مراحل ولا اربعة نقسمها كل مرة نزيدها بشوية بشوية ونركض ممتون هكا نخلطها بالبيهي برسبة في تيست على كذا نحاول من قويش برشا ونزيد هكا الكريم شانتي في كل مرة حتيت الكاميرا الكريم اللي عندي بطريقة هيدا تحصل على الكريم ديبلومات نصور طريقة واضحة ونبوس كريم خفيفة مغير الزبدة وجيبنا بارشا هيدا كريم تحصلنا عليها تنجوز تعملوها كيفما هي وإلا تعملو كيفي باسبالية باش نضيف لها البخانية الكاكاوي اللي حضرناه باش نقصم باش نحط تشتار فيها البخانية الكاكاوية وباش نحط تشتار فيها الشوكولات وطول ما كما تحبو تجوز تعملوها الكل بالكاكاوية الكمية هيدا باش نحط فيها البخانية الكاكاوي اللي حضرناه ونخلطها هكا بالبيهي هيدا كريم ما اللي حصلت عليها تجيبنا على الاخر وبرصب البيق متاع الكريم باش نضيف لها شوكولات وارضة وبتا مع كريم ديكيد وإلا تنجم زيدوها شوية حليب نخلوها تبرد شوية بعض نضيفوها مضيفوها شوية سخونة شوكولات نرجو نحطوها في الميكرواند وإلا في باماري خلوها تبرد شوية ومبعد نضيفوها وهذه كريم الشوكولات حصلنا عليها نتصور طريقة واضحة خلط الكادر هيدا باش نستعملو عشرين على عشرين يبيعوه عند مستلزمة الحلويت مهوش غالي ويخلي مبعد خوص لهوية بتاعكم ديكم مرتوبة ومش نستعمل سوتارت هيدا كيف كيف موجود عند البيعو في مستلزمة الحلويات عطيت كوش هكا خفيفة من الكريم باش بسكويت بتاعنا يلسق ومش نغطس هكا البسكويت في الحليب تنجمو تستعملوا حليب وإلا قهوة كما تحبوا بتبيعة نعمل هكا تبقى من بسكويت ومبعدش حط الكريم بتنحط أولا تبقى باش حط كريم بالحضر نيب بغانية كاكوية حفت هكا في باش باش كون أسهل تنجمو بنفس الطريقة بمغرفة ولا بسباتشول وتحطوا الكريم تيك وتحاولوا هكا توازعوها بالتساوي حاولوا جوز نحطوا هكا كوش باهية وإلا تستعملوا باش هكا كيفي أكيد بش كون أسهل نحاول هكا النزاحة بالتساوي وباش نحط شوية من اللي بغانية الكاكوية اللي خليته هيدا ما نحطوش على الأخر باش نحط هكا تنجمو تعملوا هكا كيفي وإلا ترحوه الكل وتحطوه كل في الكريم كما تحبوه بتبيعة نرجع هكا نحط طبقة أخرى من البسكويت وبالنسبة للمرة هيدا باش نحط هكا كوش بالكريم شوكولات مرة نحط كريم بخاليني كاكوية مرة نحط كريم شوكولات بعد جي منظرها بزيلا على الأخر وبالنسبة لجوه بالحق جي بنا برشا بحق تربوه بنفس طريقة وتفكروني جيكم كيفي لجوه بتاع سنيكورز بالحق بنا على الأخر بالكاكوية والشوكولات بالحق بنا برشا وباش نحط هكا كاكلا عادة تبقى أخرى من البسكويت واش نبقى مرة نحط كريم بخاليني كاكوية مرة كريم شوكولات حاديت كامل خبص لهوي بنفس الطريقة عطوا حميم بس كورين والشوكولات حلتك كوريني كامل الآن نحط جلع والشوكولات نحط جلع فيها الكريم شوكولات. وباش نحط تبقى بسكويت وباش نحط تبقى خفيفة على اخر من الكريم بقاليني. اخر تبقى ما نحطوش برشة كريم جزت نحطوكوش خفيفة. ونحاول هكا ننسوها قد قد. خاطر هذي اخر تبقى. نحاول نسوها بالباهي. دخلها الفرجدير. لازم ما نخلوها في الفرجدير اقل حاجة مدة اربعة سوية. تجل خلوها حتى مدة تاريلا كاملة. تحضرها قبل بنهار. وبعد ذات زينوها. بعد ما خليتها برز بالباهي تقريبا خليتها مدة اربعة سوية. طيب باش ننزينها. باش نزينها تنزين بسيطة على الاخر. اذا كنا حاسيتو الكادر ما حابش يتنحى تبدأ الكريم جيم ده برشة. اكا سخنوه بشوائي هكا بالسيشوار على جنيب. يتنحى بكل سهولة تسخن هكا الكريم شوية وتتنحى بسهولة. وبالنسبة للتنزين تنجو زينوها كما تحبوا. بالنسبة لي باش نزينها زينة سامبل على الاخر بقالي شوية من الكريم بخاليني باش نزين به هكا بالطريقة هذي. وخليت شوية من البخالان كاكاوية باش نزين به هي بمأنها هي بكاكاوية. وضوبت خمسين جرام شوكولات عليه من خمسين ملتر كريم ملكيت. اه باش نزينها هكا بالطريقة هي تنزين بسيطة على الاخر. ونتم بطبيعة نجمو زينو كما تحبوا. تنجمو زينوها الكل بالشوكولات. اه نجمو زينوها باللعكس بلسمالية نزينتها بالكريم بخاليني كاكاويت نجدو ما زينوه بالكريم شوكولات كما تحبو نجدو زينو بطريقة اللي تحبوها المهم خمس لهوامتانة تجيبين برشا بالحق جربوها بنفس الطريقة وتفكروني ديكم ما بنا على بنا وهيدي خمس لهوامتانة كما لحبتو طريقة بسيطة على الأخر كمل جزت هني زينت هكا عني جيبوه لشوكولات حابت تنكسر بهم هكا اللون شوية زينت هكا بطريقة هذي وانتو ما زينو كما تحبوه كل عادة كما عودتكم بشوكولات لكم مغصوب شوفوا معايا خمس لهوة كيفية جي من الداخل شو ما شاء الله هنودتكم لشاهيكم حابيتعكم عليكم مغصوب عن قرب بالحق بنا على بنا هذي خمس لهوامتانة كما لاحظتوا طريقة سهلة ماهيش تصعيبة تجدو حضرها في رس العام ولا في ايد ميلايد ولا في اي مناسبة عندكم حوي جابنينة وخفيفة وخصدي ما تكلفش برشا بالحق بنا على بنا لس بجربوها بنفس الطريقة باكا صنع اخر الفيديو شاء الله ربي تكونوا رسالة تعليم عجبتكم عجبتكم الطريقة وكان عجبتكم كل عادة ديما نستعلم تجعاتكم بجي مع الفيديو نستعلم لكم وطرق متاعكم بسليما في وصف عجدا ان شاء الله